بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الجولة الجديدة نقوم بقطف بعض الثمار الناضجة من نبات الطماطم ونتحدث قليلا عن الخدمات وعن الإمكانيات التي تقدم إلى النباتات المزروعة في الزراع المائية طبعا الزراع المائية في الوقت الحاضر أصبحت بحد ذاته كعلم متطور تدخلت فيه العديد من الأبحاث والتجارب والتقنيات الحديثة لغرض رفع من نمو النبات ورفع مستوى إنتاج إلى أعلى حد طبعا التقنيات المستخدمة من خلال البرمجة والحواسيب أكثر شيء في عملية خلط الأسمدة وإضافة العناصر إلى المحاليل المغذية حسب حاجة النبات وحسب استهلاك النبات حيث تقوم هذه الحواسيب بواصلة برامج خاصة بتحليل يومي للمحلول المغذي ومعرفة أي العناصر تم استهلاكه وأي العناصر ما زال موجودا بكمية كبيرة في المحلول المغذي وهذا يعني أنه يضيف فقط ما يتم إضافته بحيث تكون العناصر منفصلة بشكل محاليل متعددة في خزانات متعددة كل خزان يحتوي على عنصر أو عنصرين فقط من المحلول المغذي ويضاف حسب ما يحتاج إليه يعني حدث أن استهلاك النبات من الفسفور كان عالي يضيف فقط الفسفور حدث أن استهلاك النبات من الكاليسيوم أو النايتروجين أو البوتانسيوم كان أعلى من غيره يضيف فقط هذا العناصر أو هذه العناصر التي تم سحبها من النبات وبالتالي سوف يحافظ المحلول المغذي على مستوى ثبوت أكثر يعني نحن نضيف المحلول المغذي بشكل متكامل من كل العناصر ولكن أن النبات في هذه المرحلة قد يكون استهلاك الفسفور أكثر من غيره أو البوتانسيوم أكثر من غيره نحن نضيف الحديد مثلا بنفس الكمية والمقدار وهو لم يستهلكه بقدر كبير أو نضيف مثلا النايتروجين بنفس الكمية وهو لم يحتاج إلى النايتروجين بكمية كبيرة وهكذا فهذه البرمجة وهذه الأتمة تدخل في الزراعة المائية بشكل يضمن زيادة الإنتاج وكفاءة نمو النبات وكذلك أيضا العمليات الزراعية والمكنة الزراعية المستخدمة وفي خدمة النباتات وكذلك الإضاءة الإصطناعية التي تضيف أطوال موجية خاصة في كل مرحلة نمو النبات مما يساعدها على زيادة النبات وزيادة الإنتاج إلا أننا في هذا المجال وفي هذا الحال نستخدم أدنى مستوى من التقنيات أو من الأشياء المتاحة وكذلك أدنى مستوى من الخدمة للنباتات وهي والحمد لله وكما تلاحظون نموها جيد وكذلك إنتاجها جيد كما تشاهدون والحمد لله رب العالمين ولكن أن كلما زادت العناية والاهتمام بالنباتات في هذا النوع من الزراعة كلما زادت الإنتاجية وكثرت إلا أننا على المستوى المنزلي والمطلوب من خلال محدودية الإمكانات هذا هو أيضا جيد وموجزي والحمد لله رب العالمين وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته